بسم الله الرحمن الرحيم نواصل في مال التحليل البيئة الوحدة الأولى الغلافة الجوي وبعض مكوناتها ونواصل هنا الدور النيتروجين نايتروجين سايكل وقلنا الحيوانات تأخذ النيتروجين من أكلها للنبات أي الكائنات الحية لا يمكن أن تستخدم النيتروجين بشكله الخام في شكل غاز ولازم يكون في وسيط إذن الوسيط هنا الوسيط هو أن الحيوان يأكل النبات لكي يأخذ النيتروجين فالحيوانات تطرح الفضلات وكذلك تموت النباتات والحيوانات وتحلل فيسه بالنيتروجين مرة أخرى إلى التربة فالنيتروجين يمشي مرة ثانية للتربة عن طريق موت أو فضلات موت الكائنات الحية هي الحيوانات والنباتات أو فضلات الحيوانات حيث توجد بكتيريا أخرى في التربة لتحويل الأمونيونترات إلى غاز نيتروجين ويتصاعد النايتروجين إلى الهواء وهنا بفعل البكتيريا الموجودة في التربة وهنا تكتمل دورة النايتروجين خطوات دورة النايتروجين في الهواء ويثبت في التربة ثم يمر من الهواء يثبت في التربة يثبت في التربة ثم تمتص النبات يمتص في عملية امتصاص هنا عن طريق النبات وفي عملية أكل بالنسبة للحيوانات تأكل النبات ثم الحيوانات تموت أو تطرح فضلاتها هنا عن طريق الموت أو الفضلات وهنا يحرر مرة أخرى عن طريق البكتيريا ويحرر غاز النايتروجين في الهواء إذن هذه الدورة بشكل مبسط بالنسبة للنايتروجين ساكل هنا بشكل مبسط كما قلنا أنه عندما يثبت في التربة وأيضاً منالك بكتيريا تحرره إلى الهواء هنا عندما يثبت إلى التربة يكون في شكل السماد يمتص النبات والنبات يأكل الحيوان والحيوان يطرح فضلاتها بالآخرين وهنا المواضع العضوية بالنسبة للحيوانات أيضاً البكتيريا ساعد في تحرير النايتروجين ويذهب إلى الهواء مرة أخرى وأيضاً عن طريق موت الحيوان أو الفضلات موت النبات يرجع النايتروجين إلى النبات مرة أخرى هنا دورة بسيطة إذا شفنا الشكل في الجزء الشمالي الرسمة هذه نشوف الكائن الحي إما مات أو فضلاته وتتحلل هذه المواضع العضوية وتدخل إلى free nitrate, nitrite and ammonia وهذه تتحلل بواسط البكتيريا ويصعد نيتروجين في الأتموسفير بشكل واضح وطبعاً رأينا أنه النايتروجين فيكسين بواسط البرق موجود هنا والبكتيريا أيضاً تسبب في تثبيت هذا النايتروجين هنا أيضاً في البيئة المائية يحصل بالشكل واضح أيضاً نفس دورة النايتروجين وهنا لو رأينا أنه بروتين النبات أو النبات يموت يتحول إلى مواضع عضوية ويؤكل بواسطة الحيوانات والحيوانات تموت أو تطرح فضلاتها وكلها بالشكل مواضع عضوية تتأکست أو تتحول بكتير تتحول إلى أمونيا والأمونيا تتأكست تتحول إلى نيتروجين أو نيتروجين دايوكسايد وهنا أكسدت أيضاً نيتروجين دايوكسايد إلى أين النايتريت إلى أين النايتريت وأيون النايتريت يكون في شكل سمادي ومتص عن طريق النبات وبهذا تكتمل دورة النايتروجين وهنا أيضا صورة بالشكل المبسط وموضح بتوضح تثبيت النايتروجين ونرى هنا غاز النايتروجين محر في الهواء وأيضا هذا عن طريق البرق وهنا عن طريق الأمطار هنا تنزل وهنا تصاعد الثاني أكسيد وأول أكسيد النايتروجين وهنا تحلل البكتيريا ساعدة تحلل المواد العضوية وبالشكل واضح هنا تثبيت النتيجين وهنا فري النايتروجين والنايتروجين والأمونيا وبنفس الشكل السابق أنه تاخد مسألة النايتروجين دورتها بشكل الطبيعي أنه يحصل فيكسيشن ويحصل إمتصال من النبات وأكله عن طريق الحيوان ثم يرجع في شكل الفضلات ويحر بواسط البكتيريا ويطلع إلى الهواء وهذا شكل أكثر وضوحا لشرح دورة النايتروجين في الطبيعة